بسم الله الرحمن الرحيم توفي اليوم العم محمد صقر لمعوشرجي أحد رجالات الكويت والذي ترك بصمة كبيرة في كل مكان عمل فيه كنت رحمه الله تعالى أزوره في ديوانه مرارا فلا أرى في مجلسه إلا رجالات العلم والفضل والسياسة والأدب والفكر وقد كان رحمه الله تعالى محبا للقراءة والعلم والثقافة والأدب حريصا على جمع الكتاب فكون له مكتبة كبيرة ولا عجب في ذلك فالعمب خالد رحمه الله تعالى هو أحد خريج المدرسة المباركية التي لم تخرج إلا رجالا أكفاء ولد رحمه الله في سنة 1927 ودرس في المدرسة المباركية وعمل في التجارة فترة ثم عمل في السلك الحكومي تقلد العم حمد صقر لمعوشرجي رحمه الله العديد من المناصب المهمة ومنها أنه عين مديرا عاما للبلدية ما يقرأ من تسع سنين وبعد الغزو مباشرة تولى وزارة الأوقاف ورأى تلك المساجد التي بحاجة إلى صيانة فكانت له بصمة كبيرة وتولى أيضا العديد من المهام في الأمانة العامة للأوقاف وفي مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم وترك بصمة فيها والعمب خالد رحمه الله هو أحد أبطال المقاومة فكان له دور بطولي في توزيع الأموال على الصامدين الكويتيين وأما عن مساهماته في العمل الخير إدارة وبذلا فقد كان بحرا لا يمتطى ثبجه ولا تخاض لججه ويكفي من حسنات العم بخالد رحمه الله أولئك الأبناء البررة والذين هم كأبيهم أدبا وخلقا ودينا وفضلا ولقبت هذه الأسرة الكريمة بالمعوشرجي لأنها كانت تأخذ العشر من الضرائب والذي كانت تفرضه الحكومة قديما اللهم ارحم العم محمد صقر العوشرجي وأدخله فسيح جناتك وأعظم أجر أهله وأحسن عزاءهم آمين